اهلا بكم المنامة عاصمة للسياحة العربية للعام 2020 هذا ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الثانية والعشرين التي استضافتها محافظة الاحساء عاصمة السياحة العربية للعام 2019 في المملكة العربية السعودية يأتي ذلك نظير جهود مملكة البحرين في تعزيز السياحة المتبادلة مع دول مجلس التعاون والدول العربية هذا وقد نجحت المنامة مسبقا بحصد لقب عاصمة السياحة العربية في العام 2013 بما يصلت الضوء على تطبيقها لكافة المعايير التي وضعها مجلس وزراء السياحة العرب وعلى مساعي هيئة البحرين للسياحة والمعارض لاستعراض المملكة كوجهة عالمية تنعم بمكانة سياحية متميزة على خريطة العالم العربي وتتميز بوفرة معالمها السياحية والتاريخية لذلك استحقت البحرين أن تكون عاصمة للسياحة العربية للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات وللحديث أكثر عن اختيار البحرين عاصمة للسياحة العربية في العام 2020 سيكون معنا في ستوديو البرنامج السيد نادر المؤيد الرئيس تنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ولكن بعد هذا التحرير ساحرة هي البحرين فها هنا نجدف في بحارها وهنا نحلق عاليا من أجل مجدها ليأتي اختيار المنام عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الثانية والعشرين الذي استضافته محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية عاصمة السياحة العربية لعام 2019 ويستعرض اختيار المنام عاصمة للسياحة العربية جهود مملكة البحرين في تعزيز السياحة المتبادلة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والتعريف بالمجن التاريخية والحضارات القديمة في المنطقة تقديرا لما في المملكة من مقومات سياحية وحضارية وما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من القيادة هذا وقد نجحت المنامة مسبقا بحصد لقب عاصمة السياحة العربية في عام 2013 لما يسلط الضوء على تطبيقها لكافة المعايير التي وضعها مجلس وزراء السياحة العرب كوجهة عالمية تنعم بمكانة سياحية مميزة على خريطة العالم العربي وتتميز بوفرة معالمها السياحية والتاريخية أهلا بكم من جديد مشاهديننا وباسمكم مرحب بضيفي الكريم الأستاذ نادر المؤيد الرئيس تنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض مساء الله بخير أستاذ نادر مساء الخير في علي ومساء الخير على المشاهدين كم يهلا وسهلا فيك مبارك لكم اختيار البحرين ممثلة بعاصمتها المنامة لتكون عاصمة السياحة العربية للعام 2020 سعيد تواجد معكم وهني في نفس الوقت القيادة جلالة الملك حفظ الله وصاحب السمو رئيس الوزراء المؤقر وصاحب السمو ولي العهد نابل أول رئيس مجلس الوزراء بهذا الإنجاز المنامة كعاصمة للسياحة العربية للمرة الثانية خلال العشر سنوات التي طافوا كانت المرة الأولى في عام 2013 في الاجتماع الأخير لوزراء السياحة العرب اللي عقد في الحساء مؤخرا تم اختيار المنامة كعاصمة للسياحة العربية لعام 2020 وهذه المرة الأولى التي يتم اختيار نفس البلد بالإجماع كذلك بالإجماع بلما يشك في أقل من عشر سنوات المنامة تختار يتم اختيارها عاصمة للسياحة العربية من قبل وزراء السياحة العرب منجل وزراء السياحة العرب في الاجتماع الأخير في الحساء كانت الحساء هي عاصمة السياحة العربية 2019 في فترة زمنية قصيرة نسبيا رغم كل هذه المنافسة من عواصم ومن مدن عربية عريقة تاريخيا بسياحتها وثقافتها وما إلى ذلك ما الأسباب اللي دعت الوزراء وبالإجماع مثل ما تفضلت أن يختارون مملة كذلك البحرية الممثلة بعاصمتها تكون عاصمة السياحة العربية يعني بدون شك أن الوزراء إما اختاروا المنامة العاصمة في الأساس في موجودة معايير محددة وبناء على هذه المعايير تم الاختيار المعايير هذه يعني باختلافها وبتطرق إلى عدد من القضايا المهمة اللي ينظر إليها لتحديد المدينة اللي يتم اختيارها منها البناء التحتية المطلوبة في القطاع السياحي في البلد اللي يتم تحديده منها قضايا مهمة أخرى كالإرشاد مثلا هل موجود إرشاد سياحي بالنسبة لهاي هل توجد قوانين وتشريعات مناسبة للقطاع السياحي هل توجد المعلومات المطلوبة هل توجد جميع البناء التحتية المطلوبة كفنادق باختلاف تصنيفاتها سواء كانت الخمس خمس نجوم أربع نجوم ثلاث نجوم مدى وجود المرافق السياحية الأخرى كالمطاعم وسبول التنق المتنزل نعم بالضبط نعم المواصلات مهمة جدا الاتصالات مهمة جدا يمكن نحن لماذا نتكلم عن همية الموضوع أستاذ نادر لأنه لما نسمع سياحة قد يعتقد البعض أنها مجرد فعليات ترفيهية أن يختار بلد أن تكون عاصمة سياحة أو وجهة سياحية شبهة رسمية أو رسمية يجب أن يكون هناك في قائمة كبيرة من المتطلبات تبدأ مثل ما تفضلت من البنية التحتية من شبكة المواصلات والاتصالات من القوانين من التشريعات لا ننسى الأمن والسلام في هذه الدولة القطاع الصحي أيضا مهم أن تكون هذه الدولة دولة مدنية مؤهلة بالكامل ومعنات هذه الشيء أنها تكون دولة باختصار دولة ناجحة دولة متقدمة نعم دولة جاذبة للسياح فيها وفي واقع الأمر البحرين أثبتت ذلك المنامة كذلك بدون شك كانت عنصر مهم في هذه المعادلة طبيعي خلال السنوات التي فاتت كانت هناك زيادة مضطردة في عدد السياح القادمين إلى مملكة البحرين ففي حين كان عدد السياح القادمين إلى مملكة البحرين في عام 2015 ثمانية ونص مليون اليوم وصل إلى 12 مليون سائح وهي نسبة كبيرة نعم تقريبا 50% زيادة نعم في أربع سنوات نعم بدون شك بالإضافة إلى ذلك فإن مشاركة القطاع السياحة فالناتج المحل الإجمالي زاد خلال هالفترة نعم في حين نهو كان في عام 2015 أربعة ونصف المائة وصل اليوم إلى ستة ونصف المائة عدد الجنسيات القادمة إلى مملكة البحرين زادت بدون شك نعم طبيعي كل هذه ما كانت يعني ما كنا نوصل لها لو لا وجود مجموعة من المؤهلات الموجودة عند مملكة البحرين وعند المنامة إذا كنا نتحدش عن نتكلم عن المنامة بشكل خاص تعاصمة هي اللي اجذبت هذه السياحة على أساس النيون نتيجة وجود الأطر القانونية والتشريعية والبنى التحتية وما هذه واللي هو يتم تقييمها من قبل المجلس الوزاري طبيعي ما تكلمنا عن عنصر البشري أستاذ نادر لأن أيضا يأخذ بالاعتبار أن يكون هناك في مثل ما تفضلت مرشدين سياحيين مؤهلين يتمتعون باستخدام لغات مختلفة يعني لو جسائح دنماركي ولا يستخدم إلا لغته كيف ستعامل مع الناس مثلا فأن يكون فيه مثل هذه الأمور القطاعات كالفندقة والمواصلات وأن يكون فيها أشخاص محترفين مدربين مؤهلين وما إلى ذلك لأنصر البشري البحرين يشقد ساهم شكرا بدون شك أنه خلال الفترة التي سبقت خلال السنوات الأخيرة تم تدريب العدد الكبير من المرشدين فاليوم نجد أن عندنا 154 مرشد يتحدثون عدد عدد سبع لقاط في النهاية فهذه مهم جدا طبيعي إحنا قام نسغل مع ما يسمى UNWTO اللي هي منظمة السياحة العالمية المثقة عن الأمم المتحدة وضعنا برامج محددة دربنا خلالها المنوه الـ54 واليوم هذين يعتبرون قوة مهمة في مسألة جذب الاستثماء السياح إلى مملكة البحرين نعم بدون شك سبع أو ثمان لغات من اللغات الرئيسية العقات الرئيسية نعم بدون شك نعم جميل نحن دائما نفخر بالعنصر البحريني لما يكون في كل مجال والمجال السياحي بالذات لأن نحن نبه لمي السايح من بره سواء الخليجي اللي عارفنا ونعرفه زين هم أخوان وأهل لكن لمي العربي أو حتى السائح الغربي من شرق العالم أو غرب العالم نكون فرحين وفخرين أكثر لما يستقبل مواطن بحريني بنت بحرينية شابة بحرينية أو شاب بحريني يعمل في قطاع السياحة لأنه يكون عنده المسؤولية أنه قاعد يعكس بلده هو سفير لبلده وإن كان مو سفير في الخارج هو سفير من الداخل يعكس ثقافتها عاداتها أصالتها طيبة هذا الشعب ثقافته وما إلى ذلك هل هذه من الأشياء التي يتم التدريب وتأخذ بالاعتبار نعم وأكثر من ذلك كذلك المرشدين السياحيين يؤهلون يعرفون تاريخ المنطقة أو الشارع اللي مر فيه إذا كنا نتكلم عن سوق المنامة على سبيل المثال فهو يعرف تاريخ سوق المنامة يعرف ما هي الأنواع التجارة اللي كانت موجودة فيه ما هو الصناعات اللي ازدهرت الصناعات اللي ازدهرت في المال متاجر اللي كانت موجودة بالضبط نعم الله يسدناك جميل الآن في 2013 اختيرت المنامة عاصمة للسياحة العربية أول مرة وأنا أذكر أنه كان فيه فعاليات قيمة مخصصة لهذا الشي وكانت والله الحمد فعاليات ناجحة بعضها مازال مستمر أو استنسخ مننا شيء من نفس القبيل ونفس الروح شنو تحضيرات هيئة البحرين السياحة والمعارض الآن لـ 2020 والخبر توا يديد الاختيار كان مؤخرا لكن نعرفكم أنتوا تسابقون الزمن على قدم وساء بدون شك أن هناك ستكون هكذا فعاليات هناك فعاليات الدورية اللي نعودها طبيعي كل سنة اللي هي مثل الفود فستبل أو مهرجان الأكل مهرجان الفستبل وما إلى ذلك عدر كبير صارت ثابتة على أجندة السياحة نعم ولكن بدون شك سيتم التنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى ويمكن بالأخص هنا أخص الثقافة نعم هذه الثقافة اللي رايحين تعاون معهم لأعداد عدد كبير من البرامج خلال الفترة القادمة ل يعني يكون عندنا تكامل في الفعاليات بالضبط بالضبط خلال الفترة القادمة كل شهر بشهرة بحيث أن تكون يعني الجدول الفعاليات مملوء وزخم بالفعاليات المناسبة للسياحة وزاة الثقافة أيضا لها عدد كبير من الفعاليات منامة المنامة صيف البحرين فعاليات ثقافية تاء الشباب وما إلى ذلك يعني أنتم متكاملين الحقيقة وإن كان كل يعمل لصالح البحرين ولكن الصورة العامة متكامل بدون شك وسيتم التنسيق في الفترة القادمة بشكل أكبر مع الوزرات الأخرى ومع بالأخص هيئة الثقافة بدون شك الفعاليات الكبيرة مثل نصب يعني حلبة البحرين الدولية نصب الميثاق ما إلى ذلك يعني هناك فعاليات في البحرين أو أماكن في البحرين حتى هي جاذبة للسياحة بحد ذاتها أيضا ستطاع على الخارطة هذا أكيد رح ينزل جدول ويعلن عنك نعم بدون شك هذا ما سيتم عمله لكن بعد التنسيق مباشر خلال الأيام القادمة هيئة كيف تعمل على تطوير السياحة في البحرين لأن السياحة اليوم لا ينظر لها فقط بأن السائح يأتي إلى بلد ويصرف مبلغ من المال ويذهب وإن كان في دول اقتصادها قائمة على ذلك لكن هي أيضا تدخل في الناتج الاقتصادي تدخل في مسألة تطوير الخدمات تطوير مثل ما تفضلت الشبكة البنية التحتية القطاعة الصحية يجب أن يكون متطور وما إلى ذلك كيف تعملوا مع الشركاء هوية بلدنا بلدكم مثل ما كنا يعني الهوية اللي نستعملها في السياحة صحيح طبيعي الاستراتيجية تعتمد على عدد من العناصر أربع عناصر في واقع الأمر اللي هو ما يسمى بال طريقة الوصول إلى مملكة البحرين وفي واقع الأمر يعني تطوير دقاط الوصول إلى مملكة البحرين دائمة التطور ونجدنا المطار البحرين توساع جديدة توساع جديدة رايح يكون دافع كبير مساءل الإقامة مهمة أحد العناصر المهمة تطوير تطوير ذلك فهناك العدد كبير من الفنادق الخمس نجوم والأربع نجوم والثلاث نجوم والشغل الفندقية وهناك عدد قادم في المستقبل طبيعي مهم جدا الأويرنس ما هو يعني جعل البحرين معروفة والأكتيفتيز اللي فيها الفعاليات اللي فيها معروفة شنو فيها تاريخ هذه عنصر مهم في عملية الاستراتيجية طويلة المدى بالإضافة إلى عنصر مهم آخر لهو وضوع أنه لازم أي بلد كن فيها فعاليات جاذبة للسياح نعم وبناء على هذه الأربع يعني الأعمل الأساسية في الاستراتيجية بين الأكشن بلان اللي هو الخطة الطويلة للمدى واللي بناء عليها أدى إلى زيارة في عدد السياح القادمين للبحرين جميل ومثل ما تفضلت في أقل من أربع سنوات أو في أربع سنوات زارت بلسبة خمسين بالمئة نعم البحرين ولله الحمد يعني الله منع عليها بمقومات كثيرة موقعها المتوسط في الشرق الأوسط قربها من كثير من أماكن السياحية أيضا وبالتالي تكون عملية تكاملية شعب مثقف شعب من ضياف وما إلى ذلك طبيعة جذابة في فترة الصيف لها ناس تحبها في الاشتفي لها ناس تحبها وما إلى ذلك لكن من وجهة نظركم شنو هي أكثر عوامل الجذب للسياحة في البحرين يعني أنا أعتقد الإنسان البحريني أكثر من هذا كل سايحي لكني لازم يقوم يذكر لك تجربته مع إنسان بحريني وهذه واحدة من أهم العناصر الأساسية بالنسبة لنا ونفتخر فيها طبيعي بدون شك بالإضافة إلى يعني قرب المسافات الموجودة فيها بالنسبة للسائحة الانتقال من موقع إلى موقع يعني يأخذها كثير من الساعات في دول أخرى ولكن هنا في البحرين يعني يأخذ مساف إذا كثر كلها نص ساعة يكون من موقع إلى موقع آخر عدد الأكتبتز الموجودة فيها والأماكن اللي ممكن يزورها السائح أهي الأهم وهي كثيرة جدا في البحرين وهذا وهذا اللي أدى إلى أن الخيار يطلع للمرة الثانية أن تأخذ البحرين كعاصمة للسياحة العربية ولله الحمد نضيف إلى ذلك الحمد لله يعني تتمتع في البحرين من استقرار من أمن وأمان لأن في المنطقة كثير من الأماكن تراجعت فيها السياحة لأسباب كثيرة قد يكون الأمن والاستقرار أضمنها ونحن نتمنى إن شاء الله أن تعود لدولهم الشقيقة والعزيز الأمن والاستقرار وهناك أيضا يعني دول على مستوى العالم تراجعت فيها السياحة لأن الناس حينما ذهبوا وبشكل مستمر وكان لها تاريخ في السياحة بدأوا يعني ينفرون من تعامل الناس معهم نعم بالله في أماكن سياحية كثيرة على مستوى العالم الحمد لله تعامل على العكس هو جاذب نعم أنصر جاذب ولله الحمد أيضا أستاذ نالر حينما تختار دولة أن تكون عاصمة للسياحة العربية هذه يدل بأن السياحة التي فيها لها مقومات أيضا أن تكون سياحة نظيفة سياحة عائلية سياحة ثقافية سياحة ترفيهية ولكن الترفيه المحترم وما إلى ذلك وإلا لما كانت تختار من قبل مجلس وزراء السياحة العرب بدون شك يعني الكل اللي لاحظ أن طبيعة السياحة في البحرين سياحة نظيفة سياحة العائلين نشجحها بشكل دائم إيجاد الفرص المناسبة للفعاليات العائلية دائما تركيز عليها كل هذه على بعض يعني كانت أدت إلى الاختيار يعني المنامك عاصمة نتيجة وجود جميع هذه المعطيات نعم نعم كثير من المشاريع التي تقوم فيها الهيئة بشكل عام وبشكل يعني مستمر في مجال تطوير السياحة في البحرين لعل منها مشروع تطوير سوق المنامة القديم هل سيتم الإسراع في مثلا أو قيام بعدد مشابه من المشاريع لأجل أيضا يعني إيجاد خيارات أكثر لعاصمة السياحة العربية نعم نحن الغسمنا مشروع تطوير سوق المنامة إلى خمس أجزاء الجزء الأول تم الانتهاء مننا والحمد لله اللي هو إشارة المتنبي في سوق المنامك كم تطوير الواجهات الأعلانات اللي فيه طلع منظر جميل وأنا أدعو الجميع لزيارته الفيس 2 و 3 و 3 و 4 و 5 الغالمين جمعناهم جمعنا هذه المراحل جميعها في بروجيكت واحد في مشروع واحد وستم البدء فيه مع بداية السنة هذه 2020 شنو ملامحة متى راح ينتهي رايح ينتهي خلال 6 شهر إن شاء الله يعني مع شهر جون جولاي رايح ينتهي هذه كلها ويكون أعتقد بيكون مقصد سياحي مهم كذلك أكثر ما هو موجود وحاليا مقصد سياحي بدون شك ولكن هذه رايح يكون جاذب أكثر للسياح لزيارته وحتى البحرينيين طبيعي بدون شك في النصف الثاني من العام القادم نعم و هي فترة تنشط فيها يعني راح يكون فيها عياد في إجازة صيف بعدها عيادنا الوطنية يعني راح يشارها تكون فرصة للترويج في الخارج هل لديكم تعاون مع مكاتب سياحية للترويج في البحرين طبعا أنتم حاطين شعار بلدنا بلدكم هذا يتم ترويج فيه كسلوغن أن البحرين هكذا تعبر عن نفسها هل هناك أيضا يعني إعلانات في الخارج مكاتب سياحية ما إلى ذلك نعم هناك عدد من مكاتب لتعاقدنا معها في عدد من الدول اللي هي الدول اللي احنا واستشفيننا فيه إمكانية لتطوير المسألة السياح القادمين منها نخصني بالذكر في البداية لندن في بريطانيا وعدى وجود المكتب هناك خلال السنوات اللي فاتت إلى زيادة عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة هناك مكتب في فرنسا لدينا هناك مكتب في ألمانيا فيه عندنا مكتب في روسيا عندنا مكتب كذلك في الهند وكذلك في السعودية والكويت طبيعي أدى وجود المكاتب والتسويق للبحرين هناك إلى جذب عدد أكبر من السياح ولذلك من بين 2015 و2019 زاد عدد السياح من 8.5 إلى 12 كان لها تأثير مباشر في مسألة جذب السياح إلى مملكة البحرين ماذا عن دول مثل الصين واليابان يعني معروف الساحة الصينية على مستوى العالم أنه الأكثر إنفاقا والأفواج الصينية لين تذهب إلى مكان تمليب بالكامل هل فيه توجه أيضا إلى السياحة الصينية واليابانية هو طبيعي لازم تكون على مراحل يعني نبدأ فيها يمكن النقطة القادمة يمكن تكون إيطاليا مع وجود خط مع منتصف السنة لطيران الخليج نعم كوجهة جديدة نعم نعم كوجهة جديدة ونحن نشتغل طبيعي بشكل مباشر مع طيران الخليج في حال وجود أي خط إلى أي دولة من الدول يتم ترويج لأن الناقلة الوطنية تروج أيضا بنفس السياحة في البحرين شنو تطلعاتكم للعام القادم أستاذ نادر يعني طلعاتنا إلى سنة تكون تزيد فيها عدد السياح بدون شك يزيد فيها نسبة الكونتروبيوشن في الناتج المحل الجمالي مساهمة قطاع السياح مساهمة قطاع السياحة نعم وبدون شك زيادة عدد الليالي الفندقية اللي في البحرين تكون بدل ما تكون يعني بدأت هي يمكن في عام 2015 ممكن أما ذكرتها في السابق كانت يوم ونص بالنسبة لسايح مدة الأفرج مدة متوسط إقامة السايح في البحرين وصل الآن إلى تقريبا ثلاثة فإحنا ننظر إلى أن نزيد هذه النسبة كل هذه يعني بدون شك رايح يؤدي إلى زيادة في مساهمة السياحة في الناتج المحلي وكذلك بدون شك أنظر إلى أن أدفع البحرينيين إلى الدخول في قطاع السياحة كأوبريترز يعني كمشبغلين ونتيجة توجد فرص واعدة فيها بإذن الله البحرين تسعدام لتنويع مصادر الدخل للبحث عن مصادر اللانفطية الغير نفطية والعلى السياحة واحدة من أهمها لها دور في كثير من الدول أنها ترفض القطاع الاقتصادي بشكل كبير وإحنا البحرين مؤهلين والله الحمد بوجود الطبيعة بوجود الإنسان بوجود العناصر الكثيرة التي تفضلت فيها ونتمنى إن شاء الله نكون في المستقبل مزيد من يعني الانتعاش الاقتصادي عن طريق يعني القطاع السياحي أو أحد هذه القطاعات التي تساهم في الانتعاش الاقتصادي كل الشكر والتقدير لك مشكور شكرا إن شكرا إن سيد نادر شرفنا بوجودك شكرا جزيلا إذن مشاهدين نؤكد هنا على ما يحظى به قطاع السياحة في البحرية من اهتمام كبير من لدن القيادة والذي مكنها من الحصول على هذا اللقر كوجهة عربية تنعم بمكانة سياحية مميزة على خارطة العالم العربي من خلال ما تتميز به من وفرة في معالمها السياحية والتاريخية وأيضا ما يتمتع بي الإنسان البحريني باعتبارها إنسان مضياف العام القادم قد يكون عام تزداد فيه السياحة نحن تشوفوا السياحة من مختلف دول العالم باعتبار البحرين عاصمة السياحة العربية هاي واجب علينا أيضا نحن كبحرينيين شلون نتعامل مع السائح شلون نقدم للمساعدة شلون نبتصنف وجهه شلون نكون يعني السفراء لبلدنا خلال فترة إقامته البحريني ما يحتاج توصية ولكن هذه تذكير يعطيكم العافية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا